ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين وخلال الاجتماع وجه الرئيس الفلسطيني بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني مؤجدا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوة الاحتلال كما وجه الرئيس الفلسطيني بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثابات أبناء الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى بشكل مباشر بصاروخ واحد على الأقل كما استشهد صحفي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي يأتي ذلك فيما استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب خمسة آخرون بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط القطاع هذا وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت عن إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل والمستوطنات المحيطة بغزة وفي المقابل أعلنت سلطات الاحتلال حالة التأهب واستدعاء قوات الاحتياط بعد زعمها مقتل سيدة إسرائيلية وتسلل عناصر فلسطينية إلى بعض المستوطنات أطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص الحي تجاه مركبات المواطنين الفلسطينيين على طريق المعرجات الرابط بين مدينتي رمالة وأريحة وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت حاجز تياسير والحمرة العسكريين بالأغوار الشمالية أمام الفلسطينيين فضلا عن إغلاق عدة طرق من منطقة سلفات من بينهما المدخل الشمالي للمدينة وإغلاق المداخل المحيطة بمدينة القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر